السلام عليكم وعلا حضركم أستاذ ياسر محمد نجيب من مدرسة الشريف الخاصة لغات. في الفيديو ده هنتكلم عن إزاي تقدر تكتب الرموز العلمية على الكمبيوتر. في البداية بنتوجه بالشكر للأستاذ سامح محمد علي موجه الساينس بالمدرسة وأعضاء هيدي التدريس مادة الساينس على اختيار الرموز ديت لكتابته. دلوقتي عندنا أول الرموز العلمية هو الشكل ده. ببساطة عشان تقدر تجيب الشكل ده انت بتضغط على تاخد الدوال. وبعد كده تختار الشكل اللي موجود عندك. على سبيل المثال الشكل اللي احنا هناخده هو الشكل موجود هنا. هاخد الشكل ده. على سبيل المثال انا كتبت على المربع. بعد كده كتبت تسعة تاشر هنا وكتبت تسعة هنا. ده الشكل الاول تقدر بقى انك تظلله. وبعد كده تلغي الويلان اللي فيه فيبقى الشكل بتاعك موجود بشكل طبيعي. ده الشكل الاول اللي مطلوب منك كتابته. ده الشكل الاول اللي مطلوب منك التدرب على كتابته. بالنسبة للشكل التاني لو انت عندك معادلة زي دي. ببساطة انت تقدر بقى انك تكتب. العناصر زاد تو اتش او. بعد كده بتبدأ انك تحط السهم. عايز تختار السهم من خلال ادراج وتعمل السهم. بعد كده تكتب سي اي. وتفتح قوس. او اتش. تقفل القوس. وبعد كده تكتب الاتنين. طيب الاتنين دي ازاي خليها بالشكل ده. وبساطة بتقدر بقى انك تحت تظللها ومن خلال هوم. بتدي لها الشكل ده. فيبدأ انها تتكتب تحت. بشكل طبيعي. طيب لو انا عندي معادلة بالشكل ده. هقدر اعملها ازاي? هنكسب على سبيل مثال. سي اي. سي او تري. بعد كده هظل التلاتة. هديها كتابة الخفضة. بعد كده هكتب سي اي او زائد. سي او تو. هاخد التنسيق بتاع الحروف ديت. علشان احطه على الاشكال ديت. فتبقى مكتوبة بحروف عادية. او انك تظللها وتطفي. تقدر بعد كده بقى انك تعمل ادراج. تقدر بقى انك تحط من خلال الجزء المخصص للمعادلات. تقدر تخترضه السهم بالشكل ده. وهنا تدرج. انسيرت سيمبل وتحط المثلس بعد كده تكمل المعادلة بتاعتك زي ما هي? سي اي او زائد سي او تو. وطبعا هتظلل التلو هتديها الشكل المخفض فتتكتب بالشكل ده. فاصبحت عندك المعادلة مكتوبة بنفس الشكل الموجود عندك فوق. طيب. نفس الفكرة هتقدر انك تستخدمها في المعادلة ديت. ولكن الفكرة هنا بقى في المعادلة ديت الجديدة انك في عندك او بالشكل ده. طيب لو انت عايز تكتب او بالشكل ده. هتكتب او تو. بدل ما كنا بنديها كتابة منخفضة هنديها كتابة علوية. فهتبقى زهرة عندك بالشكل ده. بقية الاشكال زي ما هي في الادراج اللي احنا اخدناها. طيب. لو عندك الرموز تدل على الموجات الصوتية ما بين التخلخل والتباعد. طيب تقدر ترسم الرموز دي ازاي? في طريقتين قدامك تقدر تستخدمها في الرسم. الطريقة الاولى هي بقى انك تاخد انسيرت وبعدين شيب. وتبدأ انك تعمل خط. بعد ما تعمل الخط ده هتدخل على فرميت للشيب بتاعه. هنخليه حسب المقاس اللي انت عايزه. بعد كده بندغط عليه كنترول وننسخ منه. نضغط كنترول وننسخ منه. فيبقى عندك هنا على سبيل المثال التخل. طبعا هتنسق المسافات ما بينها علشان تخليها بنفس الشكل اللي هو وضح قدامك فوق. بعد كده هتيجي في التباعد هتخليها مثلا بمساحات اكبر زي ما هو موضح قدامك. طيب. في طريقة تانية اسهل لرسم الموجات السوطية. الطريقة دي انت ممكن بانك تيجي تعمل لغة الكتابة هي اللغة الانجليزية وتستخدم حرف اي كابتل من الخطوط اللي ما يظهرش فيها اي علامات على الاي. فتقدر انك تحط الاي كعلامات موجودة ضمن بعض. بعد كده تاخد مسافة وبعد كده تاخد اي. وتدي مسافتين مسلا. فيبقى ده التباعد وده التخلخل بنفس الشكل اللي موجود عندك. لو انت عايز تصغر المسافات اقدر بقانك تظللها وتصغرها او تكبرها للشكل اللي انت عايزه. على سبيل المسال انا مسلا هعملها للشكل ده مش عايزها واسعة قوي. ما فيش مشكلة. دي افكار انت ممكن تستاند اليها في كتابة الرموز العلمية في الاجزاء المخصصة للساينس في البحث بتاعك. شكرا لحضراتكم ونتمنى لجميع كل التوفيق.